اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا وبنصبح بالخير كمان على مستمعين عبر أثير إذاعة الأمن العام على موجة 89.5 والبرنامج المفتوح والرائد على الحياصات صباح الخير علي بيك صباح النور زميلة نسرين وصباح الخير لزميل مجحم وصباح الخير لكل مشاهدينا في التلفزيون الأردني في هذه النافذة الصباحية والإطلال الصباحية اليومية من خلال أثير أمن فأم لإيصال الرسالة الأمنية لكل أبناء هذا الوطن فاتحيات لكم في هذا الصباح وفي كل صباح الله صباحك الرائد علي الحياصات والآن بشكل مباشر المايك لك ولضيفك الكريم تفضل لضيفك الكريم تفضل شكرا جزيلا للمرثاني زميل مجحم وزميلة نسرين صباح الخير على مشاهدينا في التلفزيون الأردني في هذا الربط المشترك الصباحي والرسالة الأمنية التي نشترك جميعنا في إيصالها للمواطن الكريم الذي هو الأساس وهي مصلحة الوطن التي لا تعلوها مصلحة حقيقة في مدرية الأمن العام العمل التشاركي والاستراتيجي التي تتبناها مدرية الأمن العام القائمة على التشاركية مع المواطن بالدرجة الأولى الذي هو السند والرسالة الموجائلة بالدرجة الأولى كمان التشاركية مع مؤسسات الدولة ومن ضمنها الأجهزة الأمنية المختلفة وفي هذا الربط الصباحي سيكون معنا من خلال هذا التشارك في إيصال الرسالة لأننا كنا نشتغل في بوتقة واحدة هي خدمة الوطن وأبناء الوطن كما أراد جلالة القائد فالسبوع الماضي كان معنا زملائنا في الدفاع المدني في رسالة يومية ورح يكون معنا ضيوف كمان واليوم نتشرف أن يكون معنا ضيوف من قوات الدرك حقيقة رح يكون لهم رسائل أسبوعية من خلال أثير أمن الفئم مع زملائنا في التلفزيون الأردني اسمحوا لي أن نصبح اليوم على ضيفنا المقدم عاكف الدرابسة وهو مدير مركز القيادة والسيطرة في المديرية العامة لقوات الدرك عاكف بيك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صباح الخير أخي وزميلي علي بيك اسمح لي أن أنتهز هذه الفرصة بأن أصبح على حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأيضا أن أصبح على زملائي في المديرية العامة لقوات الدرك وعلى رأسهم عطفة المدير العام لقوات الدرك وعلى كافة منتسبية الأجهزة الأمنية كلهم في موقعه صباح الخير صباح جميل للجميع نعم يعني خلن نبدأ بجوز حديثنا اليوم هذه الرسالة التشاركية وهي توجهة عطفة مدير أمن العام أن نعزز هذه التشاركية وتكون الرسالة واحدة للمواطن فاليوم ضيفنا زملائنا في الدرك ورح يكون خلال أسبوع القادم يعني كل أسبوع عندنا ضيف من زملائنا في قوات الدرك نتحدث عن الإنجاز نتحدث عن الجهد الذي يبدأ الحقيقة لخدمة هذا الوطن حتى نظل في هذه المظلة مظلة الأمن والأمان بإذن الله تعالى اليوم حديثنا عن مركز القيادة والسيطرة في قوات الدرك خلينا نعرف الناس إيش هو مركز القيادة والسيطرة بداية أشكرك أخي علي بيك حقيقة بداية تشرفنا بزيارة ملكية خاصة بتاريخ 6-9-2011 بافتتاح هذا المركز مركز القيادة والسيطرة في المديرية العامة لقوات الدرك هذا المركز أخي علي بيك يحوي على أنظمة متقدمة متطورة من أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية والتي تربط المديرية العامة لقوات الدرك مع كافة وحداتها المنتشرة ضمن الانفتاح الجغرافي من شمال إلى جنوب إلى شرق إلى غرب المملكة أيضا من باب التشارك هناك ربط ما بين المديرية العامة لقوات الدرك من خلال مركز القيادة والسيطرة مع زملائنا وأخواننا في مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني أيضا هناك ربط ما بين المديرية العامة لقوات الدرك والأجهزة المدنية المعنية بالحوادث اليومية وفي بعض الحوادث المتوقعة الاستثنائية التي ممكن من خلال هذا المركز أن نتواصل معهم لخدمة المواطن الأردني نعم الآن بجوز المهام العادية المتعرف عليها عند قوات الدرك بيعرف الناس كلها وأكيد نعرج عليها من خلال حديثك لكن هناك خلال الظروف الجوية الاستثنائية وشوف نحن كيف هي جهود الأجهزة العسكرية قوات مسلحة الأمن العام الدفاع المدني الدرك خلال الظروف الجوية الاستثنائية وتقديم يد المساعدة للمواطن فقنتحدث عن إجراءاتكم خلال الظروف الجوية الاستثنائية أولا أخي علي بيك حقيقة هناك مهام رئيسية لمركز القيادة والسيطرة ليست الآن مجال للحديث عنها هي مهام كثيرة يومية تتعلق بعمل الدرك اليومي أود أن أتحدث عن سؤالك وهي مهام تشاركية مهام تكاملية نحن كمركز قيادة وسيطرة في المدرية العاملة قوات درك وكقوات درك منتشرة في شمال وجنوب وشرق وقرب المملكة كما ذكرت سابقا نحن لا نأخذ دور الغير في أداء عمله نحن عملنا تشارك وتكامله نحن نكمل آخر إذا طلب من الحاج إلى ذلك وهذا الأمر أيضا ورد في القانون فنصة المادة الرابعة في فقرة هجيم من قانون درك رقم 34 لسنة 2008 على هذه التشاركية بأن المديري العامل لقوات درك بكافة وحداتها وتشكلاتها جاهزة لتقديم الإسناد والتعزيز بكافة الظروف والأحوال أيضا أخي علي بيك نحن كمديري عامل لقوات درك من خلال مركز القيادة والسيطرة نحن لا نتعامل مع حاله لا نتعامل مع ظرف نحن نتعامل مع جميع الحالات مع جميع الظروف أخي نحن لا نتعامل مع فصل الشتاء فقط تحديدا نحن نتعامل مع كافة الفصول نحن نتعامل مع الشتاء حتى لو كان صيفا حتى لو أتى الشتاء في الصيف نحن جاهزين سيدي نحن نمتلك بفضل الله كوادر بشرية أفراد آليات قادرة على التعامل مع هذه الأحداث متى طلب منها ذلك إضافة إلى ذلك بفضل الله لدينا قادة ميدانيين وضباط وضباط صف وأفراد لديهم الرغبة والقدرة والكفاءة على التعامل مع هكذا أحداث نعم الآن هذا بيقودنا السؤال الآخر اللي هي المرونة في الأمر العملياتي نسميها يعني حيانا بتكون زي يوم الخميس القبل الماضي كانت دنيا الجو صح ونوعا ما فجأة تغيرت الأجواء كما هي تعودنا مثلا في جهاز الأمن العام مباشر هناك خطط جاهزة ومرونة في الخطط العملياتية تحدث عن هذه المرونة عند قوات الدراءة سيدي بما لا شك فيه بأنه إحنا لدينا خطط عملياتية موجودة مدامة نعمل عليها ولكن هذا لا يمنع أن يكون هناك مرونة على هذا الخطط يعني أنا حقيقة أود أن أتوجه بالشكر إلى عطوفة المدير العام لقوات الدراءة الذي الآن يعني يزرع فينا مبدأ حرية المبادرة حرية اللامركزية في اتخاذ القرار أحنا كما ذكرت سابقا لدينا قادي ميدانيين قادرين على التعامل مع حالات الطوارع مع الأزمات سواء في فصل الشتاء أو في غيره هناك لا مركزية في اتخاذ القرار أحيانا عندما يعني في بعض الأحيان في بعض الأزمات إذا انتظرت المركزية لربما لا سمح الله أن نفقد حياة شخص لأنه الآن أنت بحاجة إلى قرار سريع قرار ميداني نحن في الوضع الطبيعي هناك مركزية نستقي الأوامر التعليمات التوجيهات من قيادتنا من قيادة الجهاز ولكن حقيقة يعني كل الشكر لمدير عام الجهاز الذي يعني زرع فينا حرية المبادرة اللامركزية حرية اتخاذ القرار إذا تطلب من ذلك يعني إذا الحدث أو الموقف تطلب أن يكون هناك اتخاذ قرار سريع أيضا سيدي يعني اسمح لي فيما يخص مرونة الخطط هناك سرعة الاستجابة للحدث أحيانا يعني نتلقى إحنا البلاغ إحنا طبعا كما ذكرت سابقا مربوطين مع مدرية الأمن العام من خلال 911 أو من خلال الربط الإلكتروني على نظام أنظمة إدارة البلاغات نتلقى المعلومة طبعا جزء أنا أتحدث الآن بوقت طويل ولكن هذه المعلومة يعني نتلقاها بثواني مباشرة تنزل عندنا على أجهزتنا تتبلغ الوحدة المعنية في الميدان مباشرة يعني نتلقى المعلومة نرسل المعلومة مباشرة القائد الميداني ومجموعات المتوفرة في الميدان على مدار الأربعة وعشرين ساعة جهزين للتعامل مع هذا الحدث سواء كان هذا الحدث فيما يتعلق يعني في فصل الشتاء من إنقاذ من إسعاف من إخلاء من إزالة الآثار الناتجة عن الأحوال الجوية مثل إغلاقات الطرق بعض الأشخاص التي تقطعت بهم السبل فالحمد لله إحنا كمديرية عامة لقوات درك جهزين أربعة وعشرين ساعة بكافة الظروف بكافة الفضل على التعامل مع هكذا أحداث أيضا يعني هناك يعني أيضا آلياتنا مصممة للتعامل أو للتعامل مع كافة البيئات مع كافة الطرق يعني عسى بل المثال لا يمكن أن تعذر آلية مثلا تعمل في محافظة عجلون ممكن أن تناسب مثلا محافظة المفرغ محافظة عجلون ذات طبيعة جبلية طبيعة صعبة وهذا إحنا يعني ما لاحظناه أثناء قيامنا بواجباتنا قمنا بحالات أثناء تساقط الثلوج وأغلاقات الطرق يعني يستحيل أن يقوم مثلا إمبلانس عادي بالوصول وإخلاء هذه الحالة سواء كانت إسعاف أو إنقاذ يعني قمنا مثلا بعسبيل المثال بنقل حالات ولادة كان فيه يعني الحالة يعني لا تحتمل الانتظار بحاج إلى إجراء فوري وإجراء سريع فكانت آلياتنا بفضل الله قادرة على وصول هذا المكان رغم الإعاقات ورغم صعوبة الطرق فأيضا إحنا يعني بالإضافة لتوفر القوة البشرية المدربة الكفؤة أيضا آلياتنا مصممة وجاهزة للتعامل مع أي طريق مع أي حدث مع أي أن كان مهما كانت الإغلاقات وهذا يعني أتوقع ما لمسه مواطننا الأردني على أرض الواقع من خلال يعني أخواننا وزملائنا في المديري العامل وقدر بالتعاون والتشارك مع الأجهزة الأخرى سواء الأمن العام أو الدفاع المدني ولا ننسى أيضا دور أخواننا المدنيين في وزارة الأشغال العام والبلديات وأمانة عمان والصحة حقيقة يعني كان عمل يعني عمل تشاركي تكاملي واسمح لي أن أقول لك يا أخي علي بيك أنه في حالة الأزمات تتساقط عندنا المسميات لا نعد نقول مدري عامل قوات درك لا نعد نقول بأن هذا أمن عام نحن كمدري عامل قوات درك إذا تطلب الوضع مننا تدخلنا فنحن أشغال عامة نحن وزارة صحة نحن أمن عام نحن دفاع مدني فنحن جاهزين للتعامل معكافة الأحداث شكرا جزيلا على حضورك المقدم عاكف الدرابس مدير مركز قيادة والسيطرة في المديرية العامة لقوات الدرك تحية الصباحية لكل نشام قوات الدرك في هذا الصباح شكرا جزيلا شكرا جزيلا إذن من خلال هذه الرسالة هناك بصمة أردنية تختلف البصمات حتى في الأصابع وتختلف البصمة الأردنية عن باقي دول العالم هكذا هي البصمة الأردنية قلب واحد ويد واحدة لخدمة هذا الوطن وبناء هذا الوطن كما أراد جلالة القائد هذه رسالتنا الصباحية من أثير أمن الفهم عودة إلى زملاء نسرين ووجهم وكل مشاهدنا في التلفزيون الأردني مع التحية والتقدير والاحترام صباحكم سعيد